استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من هونج كونج وقال هيبة إن الشركات من الصين وهونج كونج تتصادر قائمة الدول المصدرة للتدفقات الاستثمارية من شرق آسيا إلى مصر كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة آخر تطورات بيئة الاستثمار في مصر ومن أهمها الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصريح التي تحتاج إليها الشركات في مصر للتأسيس والإنشاء والتشغيل استقبل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وفد مدينة ينجتان الصينية تناول الاجتماع وبحث التعاون المشترك لجذب الشركات الصينية العاملة والرغبة في التوسع خارج الصين أعلن المصرف المركزي الصيني خفض معدلين أساسيين للفائدة إلى مستويات تاريخية في أحداث خطوة تتخذها السلطات في بيكين بهدف تعزيز الإنفاق المتعثر في ثاني قوة اقتصادية عالمية وتأتي الخطوة بعد أيام من تسجيل الصين لأضعف نمو فصلي لها خلال عام ونصف العام بنسبة 4.6% على الرغم من الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد اشتركوا في القناة